رحمة الله وبركاته خناءة الشنوي مع أفشة وشوبير يكشف كولر يهدد لاعبي الأهلي بعد السقوط في فخ فيوتشر كشف العالمي أحمد شوبير عبر ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورت كواليس الجلسة التي عقدها السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عقب السقوط في فخ التعادل أمام فيوتشر الذي لعبه بعشرة لاعبين بعد أن كان الفريق الأحمر متقدم بهدف نظيف حتى قبل النهاية مع إضاءة ضربة جزاء عن طريق أفشة شوبير كشف أن إدارة الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية على مجد أفشة لقيامه بتزديد ضربة الجزاء رغم أن علي معلول كان هو المكلف بتزديد وتردل أن غرفة خلع الملابس شهدت خناءة بين محمد الشنوي قائد فريق الأهلي مع محمد مجد أفشة الذي أصر على تزديد ضربة الجزاء وأضعها وكشف شوبير أن كولر أصر على أن يتوجه تبيس الفريق باللعبين إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة حيث عقد الخواج السويسري اجتماع عاصف مع اللعبين حيث أظهر العين الحمراء للعبي الأهلي وقال لهم بالنص انتهى عصر الدلع ولا يوجد اللعب أكبر من الجلوس على دكة الاحتياطي أو الخروج من القائمة وكان المدير الفني لفريق الأهلي أكد أنه لا يعلم قاليس قيام أفشة بتزديد ضربة الجزاء التي تم احتسابها قبل نهاية اللقاء ويستعد فريق الأهلي للقاء فاركو بالإسكندرية في الجولة السامنة بالدوري يوم سلسة المقبل اشتركوا في القناة